اهلا بكم في قرات مساء الاخبار واهلا بالمتابعين والمشتركين ومعانا فيديو مهم جدا وتوقعات في غاية الاهمية قالتها ريلا عبداللطيف منها ازمة مفتعلة في دولة عربية ووباء الكوليرا بيهاجم دولة اخرى وهنا اعرف مع بعض التفاصيل والتوقعات اللي قالتها ريلا عبداللطيف وتحققت وتحذيرات لدول تانية بالاصابة بالاوبئة قبل ما نبدأ بفكر حضراتكم بالاشتراك تفعيل الجرس نعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد طبعا كلنا عارف وكلنا سمع ممكن الحلقة اللي تلعت فيها سيدة التوقعات لال عبداللطيف مع بسمة وهبة في رمضان في برنامج كان اسمه العرافة وتكلمه مع بعضه في حوار صريح جدا وجاوبت لال عبداللطيف بكل صراحة عن كل الاتهامات الموجهة اليها بخصوص انها بتتعامل مع المخابرات او الماسونية او بتتعامل مع جن وازبتت بالدليل قطع بان الكلام ده غير صحيح وقالت لو احنا بنتعامل مع الجن يعني هو الجن يعرف معلومات بهذه الشكل وكان فني فان انا بقى اغنى من كده واعرف مثلا اليناصيب او الاركام بتاعتهم او اركام خزان الناس وحاجات دقيقة بالتفصيل يعني وقالت كمان كانت جنس يعني ساعتها قال لي توقع كانت قالته غلط يعني كان مفضل هو لا صح ولو كنت بتعامل مع المخابرات او المخططات هل من المعقول تبقى عارفة الزلزال هيحصل امتى او مين هيتقتل او حاجات زي دي ففي حاجات كتيرة جدا اثبتت لالة عبداللاطيف فيها انها بريئة منها وان كل الموضوع يا موهبة ربنا سبحانه وتعالى ادهالها ويبتستخدمها لمعرفة الناس بتحذيرات او حاجات ممكن نشوفها في الايام اللي جاي ومن ضمن الحاجات اللي اتساءلت فيها عن توقعاتها لمصر وخصوصا عن الازمة الاقتصادية اللي كانت مصر فيها ومزالت بس بدأت الحقيقة الدنيا تتحسن شوية عن الاول وقالت كمان ان هذه الازمة مش جاية من فراغ بل جاية بسبب هنعرف مع بعض قالت ايه قالت لالة عبداللاطيف ان الوضع الاقتصادي في مصر ارى ان ما يحصل اليوم من احتزاز اقتصادي للجنين المصري امام الدولار الامريكي ما هو الا ازمة عابرة ده ان تجعل الوضع المالي في مصر يهتز او ينهار وارى بوادر خطة اقتصادية مصرية بتحمل كل الحلول والنجاح لتثبيت الوضع الاقتصادي وبشكل فاعل وعلى كل الاصعادة الصناعية والزراعية والمالية وكمان السياحية مصر لن تجوع فالاستثمارات العربية والدولية القادمة وبالمليارات ستجعل من مصر تتعافى وتعود الى الوجهة الاقتصادية واقوى من السابق لانني ارى ان ما يحصل في مصر اليوم هو ازمة اقتصادية مفتعلة سمعيني الكلام وده اللي انا كنت اقيل لكم عليه قبل كده ان اللي بيحصل في مصر ده مش طبيعي ان ما يحدث في مصر او اللي حصل في مصر ده هو ازمة اقتصادية مفتعلة بسبب مواقف مصر الوطنية ومواقف قيادة الرئيس السيسي ضد الحرب وتهجير الشعب الفلسطين لذلك ارى ان مصر ومعها الرئيس السيسي لن تتراجع ولن ينالوا من مصر ومن اقتصادها وقيادتها وشعبها مهما كانت الضغوط او اي ظروف واخيرا اقول ان الدولار الامريكي لن يربح الحرب امام الجنين مصري والجيش المصري سيكون اقوى من السابق ولو الدنيا كلها جاعت مصر ما بتجعش وهي عمتا قالت اكتر تلت دول هي بترتاح فيهم وبتعيش فيهم بكل صراحة على انهم بلدها يعني دي اوطانها زي ما هي بتقول البلد الاول طبعا مصر التانية لبنان والتالتة السعودية طبعا كلهم بنفس الترتيب مصر كمان لما تسألت الناس ازاي تستثمر في مصر وازاي المجالات احسن المجالات في الاستثمار دلوقتي قالت مصر هتعمر من خلال الاستثمارات العقارية يعني العازي استثمر في العقار شوفوا من كام سنة كان العقار بكام او العقارات كانت بكام ودلوقتي بكام يعني حتى لو كان فيه اي قزمة اقتصادية العقارات بتزيد مش بتقل وايضا كمان الاستثمار في الدهب والفضة وايضا الحديد لايز يشتري في اي حاجة من دول يشتري وشوفوا الكلام ده بعد سنتين بس الاسعار الحاجة دي تبقى عاملة ازاي وهتكسبوا منها ازاي ايضا من دول الحاجات الكويسة اللي قالتها في التوقعات لمصر ان شايف فيه اكتشافات كتيرة سوف تحدث في مصر الدولة لسه مش عارفة بيها يعني هي موجودة لسه مصر غنية بحاجات كتيرة جدا لسه لم يتم اكتشافها وهي اكتشافات سمينة جدا ده غير الاسارات الفرعونية يعني بل قصدي عن الدهب الغاز البترول المناجم عموما هذي الاكتشافات لو تم اكتشافها بتغني مصر وولدها لعشرات السنين لقدامه وكمان اتسألت فنيا عن ياسمينة عبدالعزيز وحمد العودي اللي ان كان فيه دقة كبيرة في مصر بسبب هذا الموضوع وفي ناس كانتش عارفاها عارفتها بسبب الموضوع ده قالت عمتا قالت ان توقع لا يتغير ان شايف الحب بيترك باب ياسمينة عبدالعزيز فقالت لاي يعني هترجع الى احمد العودي قال ممكن قالت ممكن ممكن يرجع او انها هتحب حد تاني بسها شايفة ان الحب بيرجع يترك بابها مو هتعيش سعيدة اما شرين وحسام حبيب قالت مش هيرجعوا قالت ان جوازاتهم قصا غير نجحة ولو رجعوا مش هيكمل ايضا اتسألت اسئلة كتيرة جدا ودي كانت اهمها ولما جات في نهاية الحلقة مع بسمة واهبة في فقرة كل حلقة بتعملها بسمة واهبة مع اي حد من ضيوفها في حاجة كده فقرة اسمها شيخ العرفين بتجيب واحد كده بشاشة طبعا مش شايفين شكله وبنسمع صوته فقط وبيقعد يسأل اسئلة محرجة واسئلة المفروض ومعلومات ما حد الشي يعرف عنها شيء فاول ما بدأت الشاشة دي تظهر اه كانت متعطلة والصوت مفيش صوت والدنيا كانت بايزة فراحت بسمة واهبة ببسط كده ليلة عبداللطيفة قلت لها ده اول مرة تحصل في تاريخ البرنامج ان الشاشة ما تظهرش وان يحصل العطل الغريب ده في البرنامج ده دليل على انك مش عايزة ان الفقرة دي التم وانك بينك وبين ربنا عمار لان هي لما بتكون حد بيقزيها او ما بتقص حاجة بتلاقي الحاجة دي ما كملتش او الحد اللي عايز ايزيها ده اه ما بيعرفش او حتى لو ازاها فيما بعد بيحصل له حاجة بس مش من غير ما تدعلي يعني يعني هي بينها وبين ربها عمار وقالت لها بتدليل على كده ان دي اول مرة تحصل في البرنامج ان الفقرة دي يحصل فيها كده فاااا دي من دمن الحاجات برضو المهمة كمان نتكلم بقى عن الجزء التاني من الفيديو بتاعنا ايه كمان من التوقعات اللي قالتها لال عبداللطيفة قبل كده موضوع الاوبئة والامراض اللي اتكلمت عنها قالت هتظهر في افريقيا وذكرت كمان اسماء الدول اااا كانت ساعتها قيلة كده للأسف الشديد سنشهد المزيد من انتشار الاوبئة الخطيرة والأمراض الغريبة في أفغانستان كينيا تشاد وصنرة مدينة زنبابوي وكأنها مدينة أشباح بسبب انتشار الأوبئة وبعدها زكر التاني قالت أوبئة وأمراض معضية بتنتشر في عدة مدن ودول بالأخص في تايلاند أسيوبيا الفلبين نيجيريا نيبال والسودان وباكستان وأفغانستان وتهديد هذه الأوبئة سيصل لحدود أغاندا في قلب الكونغو قالت هم عمتا قرد أفريكيا وقرد أسيا أكتر قرتين بيواجهوا نوع كبير جدا من الأوبئة وهنسمع عن الموضوع ده كتير جدا في 2014 الحقيقة لسه منذ قليل من حالي ساعة تقريبا لسه فيه خبر لسه كان نازل على موقع سكاي نيوز عن موضوع كوليرا أعداد مصابين بالكوليرا في دولة السومال والتحذير أممي وحذرت كده الأمم المتحدة يوم الأربع من أن عدد المصابين بالكوليرا والإسهال الحاد في السومال منذ بداية العام 2024 وصل لأربع تلاف ربمائة مصاب اتوفى منهم أربع وخمسين شخص وفيه إزياد كبير مقارنة بالسنوات اللي فاتت وقال كده استيفان دوجريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بيشعر بالقلق إذا انتشار الكوليرا والإسهال السائل الحاد في البلاد وقال إن الوضع خطر جدا ولازم يتدخل الدول وشايفين إن أكتر من 60% من المتوفين أطفال أقل من 5 سنين أو كبار في السن فالموضوع كبير جدا في السومال وقال إن موضوع بينتشر كمان في الدول اللي حواليها فربنا يسطر على هذا الموضوع وانتشار وبأز الكوليرا ده بييجي من خلال الأطعمة الفزدة أو الميا بيبقى فيها ملوسات أو حاجة زي كده والنموس حاجة زي كده يعني فربنا يسطر وندعو للشفاء لكل المصابين وربنا يصبر طبعا أهالي المتوفين وإن هم يقدروا يوقفوا هذا الوباء الغريب فدي برضو من ضمن التوقعات اللي قالتها ليل عبداللطيف وتحققت وقالت إن الوضع كارسي مش بس في يعني في السومال فقط ولكن كمان في دول أخرى في أفريقيا زي زنبيا يعني في بداية السنة بيقولك الوضع كارسي جدا في زنبيا بسبب انتشار وبأز الكوليرا وقال أصيب ألاف ومات الناس كتير لدرجة إنه حطوا المصابين في ستات كورا شوفوا لدرجة قدقيه كان عدن المصابين كتير لدرجة إنه ما فيش مستشفى عارف إنه هو يحطهم كلهم فيه حطوا الناس كلها في استاد كورا كبير فهو ربنا نستر على الناس من انتشار الأوبئة ومحدش يستهان بالموضوع يقولك دي دولة بعيدة ملناش دعوة بيها لا الحاجات زي دي بتحصل ولو مخدناش بالنا من الحدود ومخدناش بالنا من الإجراءات الصحية مش هنبقى بعيدة عن هذه الأمراض فهو ربنا يبعدها عنا كلنا شكرا لحضراتكم أتمنى الفيديو يكون عجبكم ما تنسوش الاشتراك تفعيل الجرس نعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد كان معكم أختكم مريم من قناة مساء الأخبار ما تنسوش الاشتراك طبعا يا جماعة ده مهم قوي بيخليكوا دايما متواصلين معنا انتو بس بتعرفوا توقعات انتو كمان بتعرفوا اللي بيحصل دلوقتي فدي حاجة كويسة بنستفاد منها برضو فأتمنى يعني ان شاء الله كل خير وعيد فتر مبارك خلاص قربنا على العيدة وإحنا أعدنا نصر رمضان وان شاء الله طبع الأيام اللي جاية خير عليكم وعلينا كلنا